موسيقى أعزائي مستمعين ومشاهد نيريد بسوط المبترمين العرب كما عادناكم دائما نقدم لكم المواضيع الساخنة التي تتخص لبنين بالأخص اليوم اليوم نحن في مدينة الشمس مدينة بعلبك مدينة الأصالة وفي بيت أصيل من الأبناء هذه المدينة الجميلة نحن اليوم مع حفيد من حفاد بطل من أبطال السورة الكبيرة في هذا الوطن العربي خاصة في لبنان وبلاد الشام أبو حفيد أبو علي منحم آسم المصري ابن المرحوم الشيخ النايف المصري النائب في البرمان اللبناني اليوم معنا الشيخ رفعت النايف المصري ألو سهلا في الشيخ بسعدنا مع السيد ألو سهلا اليوم حضرتك موجود على الانتخابات النيابية في مدينة العربة ومعربك الهرمان في القضاء كله نعم ما تحب تقدم كخطوة أولى للمستمعين؟ أولا أحب أن أعرف عن نفسي قليلا أنا رفعت نايف المصري أنا ابن البيت الذي اختاره الناس منذ ما يزيد عن مئة عام ليكون بابا مفتوحا لنضالهم وخدمتهم والتعبير عن كرامتهم أنا حفيد عن مقاوم الأول أبو حليم الحمقاسم الذي حارب الاستعمار التركي والاستعمار الفرنسي أنا ابن النايف المصري الذي خدم منطقة بعلبك الهرمان لأكثر ما يزيد عن 12 سنة وقد توفي وهو ناتب بالنسبة لانتخابات بعلبك الهرمان نحن نرى أن منطقة بعلبك الهرمان التي تعوي عشرة نواب والتي تشكل ربع مساحة لبنان أصبح إهمالها وحرمالها هو القاعدة والمنطقة إن نالت شيئا فلا تنال إلا الفتاة وهي تسير تقاقرا إلى الوراء لدرجة أن الأهالي باتوا يترحمون على سنوات الحرب لأنها كانت أقل ضررا من هذه الأيام في عصر سنوات الحرب كانت أيام صعبة بالبلغة بس كنا بعض عشان أرحم كثير هل حالكم مرشح للائحة أم المفرد؟ لا طبعا نحن نترشع مع الائحة وضع من الشباب المستقلين فنحن لسنا مرشحين ضد أحد نحن مرشحين من أجل القيم التي نؤمن بها ولنعبر عن رفضنا للواقع المأساوي الذي تعيشه في منطقة بعلبك الهرمان ونحن نعتقد أنه من حق الشأن المواطن البعلبكي أن تكون له أو البقاعي أن يكون له انتخابات حقيقية يكون له فيها حق الاختيار هل برأيكم النواب السابقين أحد منهم قدم الشيء عند خضاء البعلبك؟ أحد من جميع الذين وصلوا إلى الندوة البرلمانية لم يستطع أن يقدم شايلة بعلبك ولا أن يجعل الجيوش العاطلة شباب جيوش الشباب العاطلة أن يؤمن لها عمل لكن الشيء ممكن أن أكمل حرمان في حرمية كثير هنا بعلبك الهرمان يعني موجودة منطقات ما فيها شيء ولا حتى أي نائب قدر يعمل شيء ممكن بسمية كثيرة ممكن أخذوا من المنطقة بس ما أخذوا هاي الشيء أقدموا أشيء كثيرة على المنطقة بس ما أخذوا شيء شو ممكن الشيخ يعمل لشيء الزوسطة البرلمان شو ممكن تقدموا الأهل بعلبك؟ يعني أنا عندي برنامج بسيط جدا وواضح جدا في منطقة بعلبك يعتبرون العملية الانتخابية يأتلفون كل الأحزاب تأتلف الأحزاب السلطوية تأتلف كلها في لائحة واحدة وتريد أن تكون وكأن عملية الانتخاب عملية تعيين ونحن أولا ضد مصادرة قرار البقاع من خلال اللوائح المعلبة أبرز ما يتجلى هذا التهميش في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة والهجرة من مناطقها النائية إلى القرى دون خدمات أو إلى بيروت أو إلى المهاجر سعيا وراء لقمة العيش الكريم كما يتجلى هذا التهميش في التعاطي السياسي مع تمثيلها النيابة وكأنه تحصيل حاصل ويتقسمون المقاعد النيابية والوزرية وكأنهم يريدون حصاصا ويأتلفون كأنهم يريدون الانتخابات عملية تعيين كما ذكرنا نشوف نحن أن النواب حيجوا نفسهم يعادي نفسهم هنا نفس الأشخاص يعني ممكن بيتخلون قصر أسماني جداد بس تبعين نفسهم كلهم يعني من سيئة لأسوأ يعني ما في حال أعمل شيء للمواطن اللبناني بحص حال المواطن اللبناني معدلوا نفس حتى يبعا ينتخي في حضر إنه شايف إنه ناس قاعدت على كراسة أكتر من نزوم أخدوا مرسط النيابي لفترة التمديد لإلوان كنت هدي تعاد إنه شيء خطر على البلد شو الحل برأيك لهذا الشيء يعني ممكن حتى ما يتكرروا الأشخاص نعم ويعيد حتى المنتخي اللي بلينتخي بواحد إنه ما ينتخي بنفس الشخص نفس كأن نحن نسأل ماذا فعل النواب العشعة في السنوات الماضية من سنة 1992 نفس النواب وهم في منطقة بعلبك وماذا فعلوا وماذا حققوا من أجل المنطقة وأهلها الذين ينقون تحت خط الفقر ويدفعون الضرائد دون أن يستفيدوا من حقوقهم في الإنماء نحن ندعو أهل المنطقة إلى أن يقترعوا لمن يستطيعون محاسباته بعد أربع سنوات هؤدي النواب الموجودين محدا بيقدر يحاسبهم ومفروضين على الناس فرض الناس طالبت إنه ما بدنا فلان يكون باللعاة كل الناس فقالوا لأ بدوا يكونوا نتزل مثل كأنه عملية فرض القوة إن كل قوة أو بغيرها وهو ده اللي مخدمونا من 25 سنين لماذا وكيف سيخدمون هاليام؟ يعني حيكرروا أنفسهم وحتضل المنطقة ترجع إلى الوراء ورجع للخالف يعني ما في مش ممكن إنه ما حدا أعطى يعني حضرتك سفارت من 25 سنين كانت أكتر كانت أحلى من اليوم المنطقة 100 مرة أعطى أعطى حتى الآن معدى حتى الشيطة معد شتي معد شتي معد شتي طويل الحلم هلأ في الانتخبات 2018 في محادل ماشي يعني في أحزاب كبرى باللبنان معروفة كما نسمى الأسماء بس عندها محادل كبرى وماشي وماشي عبطاطي العالم بكل أشياء بس عندهم بأشياء كتيرة حتى الموطن صار ممكن إنشار صوته بـ 100 دولار ولا بتنكيب فنزين ولا حتى بعشرة ممكن نعزم عليه حتى يخدوا صوته تشعر ترجعون الأسئلة يعني أنا أطلب من أنه أنه هاي الناس تعبر عن رأيه الحار وما تنقادوا رأيه النواب اللي مخدموهن وما بيقدروا يحسبوهن صار لهم 26 سنة ما حدا يقدر يحسبوهن يعني بدأ إنه ينتخبوا نواب يقدروا يحسبوهم بعد 4 سنين والمنطقة يعني بده كتير المنطقة تحتاج إلى حكومة بالكامل يعني يأجي الإقتلاف السنائي الشيعي لمجلس النواب نعم مؤلف من 27 نواب وهو من أكبر الكتل النيابية في المجلس النيابي وكل دورة يكون عنده أربع وزراء على الأقل أربع وزراء وعشر نواب يستطيعون أن يقدموا أي مشروع للمنطقة عشر فما شفناهن إنهار قدموا مشروعه ما بنوا معامل؟ يعني فكروا يعملوا معامل حتى الشواء ما بنوا معامل ولا فكروا ولا وصفوا حدا ولا فكروا هالشي يعملوا بالمنطقة صحيح ولكن المنطقتهم نشوف بسنا المنطقة الثانية باللبنان يعني أكيد أنا محيط بس أنا بمجرد أفكار نفكر فيها أنا نشوف المنطقة الثانية باللبنان أم عكرة على جنبك كنت عكرة منطقة محرومة أكثر من البعلبك بس نشوف المنطقة الجنوب بيروت المنطقة الثانية كلها المنطقة عيشة وماشية طيب ليش؟ يعني منطقة البعلبك لا أم لها لا أم تبكي عليها وكأنها خارج الخريطة اللبنانية من وراء هؤلاء السياسيين الذين لا يطالبون لها وكما ذكرت أن منطقة البعلبك الأرمال إذا نال الشيء من الإنماء فلا تنال إلا الفتات صح وهذا يعني من سوق السياسيين لأنه لا يطالبون ولا يسألون بنا لأن كلهم أحزاب والحزبة يسمع لرئيسه يعني بدل ما يطالب لبعلبك يطالب لجنوب والجنوب عندهم رئيس مجلس النواب وعندهم رئيس مجلس الوزراء وعندهم مجلس الجنوب معينو إجا رئيس مجلس النواب من لفقه بس معنونش لرئيس الحساني الحساني يمكن الوقت اللي إجا فيه بحتاجه أنه ما كانش فيه وقت كان حرب في لبنان من سنة الـ 84 إلى 92 كان حروب في لبنان ما كانش في مجال ممكن لأن الخدمات ما بعرف طيب انفسك في الانتخبات النيابية في عام 2018 إن شاء الله ما ستقدم هذه المنطقة المحلوسة؟ منطقة منطقة بحاجة من الملتلق بحاجة لحكومة بحالها يعني وقت اللي بيجي وزير من المنطقة بيجي وزير من عود النواب طبع منطقة ما بيكون لعمل منطقة بيكون لحزبه أو لحركته أنا شو بقدم أول شي بدنا بدنا تنمي شاملة تعيد للمنطقة تعيد للمنطقة وتنعش الزراعات والصناعات الزراعية ونرفع مستوى الخدمات إن كانت تربوية أو صحية أو سياحية والأهم هو تأمين مجالات عمل للشباب صح إنو ما في الشغل ما في شباب عاطلة على العمل يقول لك 30% ولا 80% كل شباب عاطلة كل شباب عاطلة حتى مستشفيات ما في مستشفة مجانية حتى الحكومة مرين فات عليها يعني ممكن يكون في حل جزري وفكر بالشباب تليدي إنو يكون في حل للطبابي بالطبابي مثلا في اللبنان طبع إنت حضرتك عيش بأوروبا ونحنا بنروح نسافر ونشوف كيف الإنسان هناك يتمتع بالحقوق ويتمتع بالرعاية الصحية عاونيك الإنسان بيحكمه بعدها ما سيروا إشار اسمك عاوني دعم بيخذوا المصاري إذا ما معهم مصاري يعمى ماتت الناس على أقواب المستشوية طب ما شلح لرأيك؟ العقل بده تأسيس تأسيس مهارضة شعبية ويقوم بدنا بدنا صورة المحااااا بدنا خير صورة شو بدنا الحال يعني صورة من أي شكل وتخلص منها له الحياة محالك حتى مثل سويسا أو مثل أوروبا أو مثل أي مكان خليل يكونوا مثل سوريا مثلا عندهم طبيب مجانا عندهم دراسة مجانا اعملنا صبعين أكتير مثلا يكونوا مثل نظر سوريا أهلا شيء يعني مثلا بالنسبة للتعليم والولادة الطبيعية أن في لبنان طبقة حاكمة لا مبانية يعني انتقلت من بناء الدولة إلى بناء القصور وتقديس الأرصداء والتوريس السياسي ونأمل أنه يجي نهار نخلص من هذه الطبرة ويرجع الحكم الديمقراطي إلى عيد الشعب ونحن من انتظار أنه لا يصير هذا الوقت الله إلا كل حال كنا معنا إذ حضر لديك مارد وطلب منك أنت تتمنى ثلاثة أمنيات فما هي مارد عالي باظر أعطي بلحضر لك مارد لك شو بيك في بيك عبدك من إيديك ثلاثة أمنيات شو بتطلق نطلب أشياء كتير بدنا ثلاثة ما بكفوا شو بدنا نطلب نطلب أول شي أنه أصابي طعلي باونة تقولوا بها إنو هودا الحكام الحكام اللي عنا ينحطوا ويتحاسلوا نحن إذا بينا بلا حساب بدون نضلبوا هودة بدون يزيدوا فساد إذا الفساد اللي بيل مطعن مبينة اللي سببوها الفساد ويتفتش المركز ببيروت ويعرف كل ليرة وكل فرانك أين صرف ويعرف كل واحد قديش سرع وقديش نهب من هذه الدولة اللي اعتبروها مثل البقرة وكل واحد ماسك يرضع منها نتمنى إنو هودة الناس عادة تتحاسب وتنزات بالسجون وإن شاء الله بنعمل عليها إذا وصلنا أول شغل نعملها إنو نطالب هودة الفسدين إنو يعيدوا هالمصاري نسرعوها للدولة عنا ملياء مئة مليار دولار دين في منهم أكتر من نصهم بسرعين ومعروف الناس اللي سرعتوا السياسيين فبدنا نرجع نطالب فيهم يقولوا نيام خوادي أخي خلي لك ميتانم خلي مليون دولار لك بكافيك ثلاث موضع هايك بالحالة هايدي الماريت حيقدم استقالتو هايك طلب صعب 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 ها ما فعله هون في أسلوب كل شي عام عشد نحن نشوف إنو نجسها في الثورات هكي الثورات في غلابتها ما نجح هيت بس قدروا يزحوا حكاهم من أمريكا الأمريكا طبيعيطان شوفت حفجيه كلمة لأهني بعلبك والأهني اللي بدي يطلب منهم من جميع المواطنين إنو ينتخبوا اللي بيقدروا يحسبوه بعد أربع سنين مش اللي ما فيهم لاي وبطلب إنو أصواتهم يعبروا عن أصواتهم يعبروا بصدق وبحرية ويحقلهم إنو يكون عندهم انتخابات حرة ليعبروا من خلالها عن عن حريتهم ورأيهم الحر ونطلب منهم إنو ينزلوا بكسافة على السنديق ليعبروا عن رفضهم للواقع المأساوي اللي زي بيتعيشوا على المنطقة هذا المطقمهم طيب بش نتحب ترجع كلمة المغتربين بدون تخبوا خرج لبنان؟ المغتربين بقولوا إنو انت اغتربت أمكم دعيت لكم فنردوا من هالبلد وبس نتمنى إنو ترجع هالبلد متل ما كانت وأحلى لحتى ترجعوا عليها في قرب تسعين ألف الصوت نعم في عشرين مليون مغتربين لبناني بس في تسعين ألف صوت سجل نعم يعني نتمنى إنو وقت تروق هالبلد ويصير فيها نظام ويصير فيها نون ويرجعوا ويعيشوا بلدهم بين أهلهم وبين أحبابهم هذا المطقم ونقوله بالله يغفروا برطلها فيك سيو نحن من عندك الفنال كنجاح متمنى إنو كنا نجمنا عن سيلك يوصر يجربوا 4 سنين يعني بعدها حسبوا بعدها 4 سنين يعني ملازم نحكم دائما عن الأشياء لازم جربنا السنوات أنا ما فهمت عن الأنظر شي 26 سنة يعني ما خدموا وهلا عم يؤدوا إنو بدنا نخدوا طيب مرأة 26 سنة وين كنتوا ليش ما خدمتوا ليش هلا بكم تخدموا كله وعود وعود السيبقة سيبي قوله لازم جلسك نهمieranك نتمنى إنو العالم توعى والعالمUE ما تتعغد بالطائفية وبالمزاوسية لأنう عنا اكتر صوت ماشى صوت الطائفي بهالبلد وكل الواحد بزعم طائفي لأنه لغاء طائفية الطائفة السياسية. فأم نتمنى انه يجي لأرض الطائفة السياسية ونعمل بلد علماني بلد نضيف بلد محترم مثل هالبلدان اللي منشوفها. مما بيحب نحن ما بنحب نكون بلدنا أحلى بلد في الدنيا ما بنحب تكون الدولي عنا عم تقوم بواجباتها تجاه ابنائها. كل واحد بيتمنى لابنائه انه يكونوا يعيشوا بسعادة ويعيشوا بأمان. وهذا حالة معنا انه نشوفها الدولة ونشوفها الوقت هيدا. وإلى الله عترجع الأمور. إن شاء الله يا رحيم. نتعلمك بيب الصمت. بدنا نشكر المرشح للانتخابات النابية الشيخ رفعت نايفة المصري للانتخابات اللي فان مطاعة. نتمنى له كل النجاح من كل قلبي. اللي بيستهل يكون نائب. جربوا ومروا. لأربع سنين عم بدا نحكموا. شكروا لكل المستمعينا. رئيسة الانتخابات العرب. ومستمعينا ومشاهدنا. وننتقى قريبا مع حلقة قادمة مع مرشح قادمة. شكرا. شكرا.